حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا محمد يعني ابن إسحاق عن يعقوب بن عبدالله بن الأشجي عن أبي أمامة بن سهل عن سعيدي بن سعدي بن عبادة قالا كان بين أبياتنا إنسان مخدج ضعيف لم يرع أهل الدار إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها وكان مسلما فرفع شأنه سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حده قالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك إن ضربناه مئة قتلناه قال فخذوا له عثكلا فيه مئة شمراخ فاضربوه به ضربة واحدة وخلوا سبيله